الحياة الطبيعية للبشرية هي ضرب المستشفيات الحياة الطبيعية للبشرية هي قتل الأبرياء الحياة الطبيعية للبشرية هي قتل الأطفال الحياة الطبيعية للبشرية هي إن طفل ماسك لؤمة لازم مادام روث فاترمن تشوف هذه الصورة ولازم الصورة دي تلف العالم هتقولي الصورة بتاعت لا مش دي لا مش دي طفل صغير مسك لقمة في ايده عشان يأكل بس طفل اتلوه صورة يجب ان يراها اكتر من سبع مليار نسمة يعيشون على هذا الكوكب صورة يجب ان تملأ اعلام العالم يجب ان تملأ صحافة العالم يجب ان تملأ الفيسبوك ولا يقوم بحاجبها احنا مش هنجيبلكو الصورة بتاعت الطفل وشه مش هنجيبه شهيد طفل صغير مسك لقمة عشان يأكل اتلوه لان هذا الطفل يمثل التطرف هذا الطفل يمثل الوحشية هذا الطفل في نظر اسرائيل ما هو الا الضبع صغير قاتل متطرف متوحش فوضوي اما قتلت الطفل فهم الحياة الطبيعية قتلت الطفل هم الحياة الطبيعية حطوا الصورة جنبي كمان بالمناسبة لانه لازم نفضل شايفين الصورة دي قدام عينينا وكل واحد اظن عنده مسئولية حقيقية في نشر هذه الصورة واذا كان الاعلام والصحافة الاوروبية والامريكية والغربية بشكل عام عندهم زر الضمير واحد ومهنية واحدة فلينشروا الصورة دي الـ CNN لازم ينشروا الصورة دي بي بي سي تنشر الصورة دي القناة الرابعة البريطانية تنشر الصورة دي سي بي اس تنشر الصورة دي اي بي سي تنشر الصورة دي فوكس نيوز تنشر الصورة دي نيويورك تايمز تنشر الصورة دي واشنطن بوست تنشر الصورة دي وول ستريت جونل فينانشل تايمز انديبندنت جارديان ايكونوميست فليكن غلاف الايكونوميست هو صورة طفل رضيع يحمل كسرة خبز فقتل السؤال اللي بعده وليه محركات البحث ايا كان اسمها علشان بس ما نخشش في مهاترات انتو بتحجبوا الصورة دي ليه ولما بنيجي تدور عليها ليه ما بنطلعهاش بسهولة وبيسر ولازم نعمل الللي عشان نعرف نطلع الصورة دي على محركات البحث على الانترنت يا ترى هل ترى الصورة دي لما هنزلها على فيسبوك فالسادة شركة ميتا دعاة الحرية والانسانية هيسمحولنا يا ترى بنشر الصورة ولا هتحجب لانها تمثل التطرف العربي طفل صغير يمثل التطرف العربي طفل صغير يمثل الوحشية العربية طفل صغير يأكل لقمة خبز طفل مات جائعاً يحلم بقطعة خبز الطفل ملحقش يقرب اللقمة من بقه ايه ده ايه ده ايده مقفولة على ايه على عملة معدنية صغيرة كل ما يملك من حطام الدنيا لعله كان يفكر انه يشتري بيها ازازة مية مش موجودة ليس عصير فاكهة او حتى كوب لبن شوية مية مش موجودة لعله كان يفكر كذلك لعله كان يحلم بقدمة خبز قطعة صغيرة لقمة يحلم حلم طفل صغير انه يسد جوعه بقطمة عيش حلم طفل صغير هو قطعة معدنية مالية صغيرة يمكن يكون بيحلم يشتري بيها ازازة مية ازا كان في مية في غزة لكن الجنب الصهيوني الحقيقة لا يفكر في هذا الطفل ولا في لقمة العيش ولا في القطعة المعدنية ولا في المية الحلم الصهيوني او اضغاط الحلم الصهيوني ابادة غزة قتل اتنين مليون وتلتمية الف نفس بشرية علشان يحققوا حلمهم ويبنوا المستوطنات على غزة فتبقى دي هي الحياة الطبيعية من وجهة نظرهم ابني مستوطنات عالم يكذب ولا ينشغل حتى بالتجمل يكذب فقط غير ما شغول بالتجمل عالم بجح عالم يقف حتى هذه اللحظة اللي احنا فيها بلا مواقف تقف مصر بمنتهى الوضوح امام العالم ترجمة نانسي قنقر